موسيقى مشاهدين صد الله صباح حكم أهلا بكم إلى هذا المواد الإخباري بداية دانت الجزائر أمس بأشهد العبارات إقدام سلطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى الشريف والاعتداءات على المصلين والمعتصمين إن هذه الممارسات الإجرامية الوحشية تمثل تعديا سافرا على الأماكن المقدسة وانتهاكا صارخا لجميع القوانين والأعراف الدولية وإذ تنشد الجزائر المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي تشكل تصعيدا خطيرا وتأجيجا لمشاعر جميع المسلمين لا سيما في هذا الشهر الفضيل المبارك تؤكد الجزائر مجددا موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف الفوز دون أخطار انتصار دون مجد هذا وقت حم عشرات المستوطنين صباحا اليوم صحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحرسة مشدادات من قوات الاحتلال الصهيوني التي قامت بإبعاد المرابطين من محيط المصلة القبلي فيما توالت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بالانتهاكات الخطيرة لقوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك هذا ومن المرتقب أن يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طريقة مغلقة لمناقشة الوضع في غضون ذلك أطلقت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم عدة صواريخ على مناطق غرب المحافظة الوسطى بقطع غزة محلثة انفجارات ضخمة كما أطلقت الزوارق الحربية عدة قدائف صوتية تجاه شاطئ بحر بلدة بيت لهيا شمال القطح أشهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتراش في التقرير أرسله إلى مجلس الأمن يوم الرابع من أبريل الجري بالالتزام الشخصي للرئيس عبد مجيد تبون بترقية السلم والاستقرار في مال وانخراطه المباشر في الجهود الرامية إلى تفعيل مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مال المنبثق عن مسار الجزائر وذكر غوتراش بالخصوص أن رئيس الجمهورية استقبل تباعا في يناير وفبراير الماضيين وفودا تمثل جميع الأطراف المالية الموقعة على اتفاق الجزائر والمتمثلة في حقومة والحركات السياسية العسكرية كما أشهد الأمين العام للأمم المتحدة بقيادة الجزائر التي تطلع بدور مزدواج باعتبارها قائدة للوساطة الدولية ورئيسة لجنة متبعة الاتفاق مبرزا مبادراتها لتجوز المأزق الحالي الذي تعرفه عملية تنفيذ الاتفاق الذي يظل حسبه أفضل أداة لتعزيز السلم والمصالح المستدمين في مالي للإشارة فإن التقرير الأمين العام يأتي تحسبا اجتماعي مجلس الأمن بشأن الوضع في مالي والمقرر عقده برئاسة روسيا في الثاني عشر من أفرير الجريه في النشاط البرلماني يعقد اليوم مجلس الأمة جلسة عامة يخصصها لطرح أسئلة شفوية تخص قطاعات الطاقة والمناجم الفلاحة والتنمية الريفية السكن والعمران والمدينة والصحة عقد أمس مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة غالي لنصاري نائب رئيس المجلس حيث درس المكتب خلال أشغال هذا الاجتماع التعديلات المقترحة المستوفية الشروط الشكلية على مشروعي قانونين حيث بلغ عدد التعديلات المتعلقة بالقانون النقدي المصرفي 58 تعديلا أما المتعلقة بقواعد المحاسبة العمومية والتسهير المالي فقد بلغ عددها 34 تعديلا رياض الآن وفي كرة القدم عزز فريق شباب الوزداد صدرته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى عقب فوزه صارة أمس أمام ضيفه فريق شبيبة السورة بهدفين للسفر بملعب 5 جولية في الوقت الذي أطاحت فيه شبيبة القبائل داخل قواعدها بهلال شلغوم العيد بهدف للسفر كرويا دائما حيث أجريت أمس بالعاصمة المصرية القاهرة عملية سحب القرعة الخاصة بالدور الربع النهائي لمهنفستي رابطات أبطال إفريقيا وكأس اتحاد الإفريقي لكرة القدم حيث يواجه الممثل الأول لكرة الجزائرية شباب الوزداد نادي مامي لودي صانداوزا الجنوب الإفريقي فيما يواجه الممثل أقول الثاني شبيبة القبائل نادي ترجي التونسي أما في كأس الكوف فسيواجه الممثل الوحيد لكرة الجزائرية اتحاد الجزائر نادي الجيش الملكي هذا وتستقبل الأندية الجزائرية الثلاثة منافسيها في مواجهة الذهاب يومي الحادي والعشرين والثاني والعشرين أفريل الجري هذا قبل التنقل خارج الديار في مواجهة الإياب يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر ذاته مشاهدين إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا المواد الإخباري شكرا على كلم الإصغاء والمتابعة المزيد من الأخبار على رأس الساعة كاملين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة